منا كيف مرسلنا عامر العروقي عامر أهلا بك يعني دعني أبدأ معك أولا بتطورات في منطقة بلغروضة التي شهدت عمليات تخريبية بحسب وصف الجانب الروسي وتتهم أوكرانيا بهذا الخصوص ما هو الموقف من الجانب الأوكراني وأيضا فيما يتعلق بآخر التطورات الميدانية المرتبطة بوضع مدينة بخمود نعم مرود فيما يخص مدينة بلغروض وما يجري فيها الآن نفت أوكرانيا أي علاقة لها بهذا الموضوع وقالت أنها تراقب ما يحدث في داخل الأراضي الروسية عن كثب هذا ما جاء به مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بولدياك ولكن كان هناك تصريح من قبل المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قال بأن مجموعة من منظمة تدعى روسيا الحرة هي من قامت بهذه الأعمال لحماية المواطنين الأوكرانيين الذين يسكنون على الحدود الروسية الأوكرانية كذلك أيضا قبل قليل شهدنا كثافة بأن ران وفقا لما تعلنه الإدارة المحلية والعسكرية لمدينة سومي وتحديدا لمدينة أختار هذه المدينة تقع متاخمة على الحدود الأوكرانية الروسية ذكرت الإدارة المحلية والعسكرية لهذه المدينة بأن الجيش الروسي كثف من هجماته الصاروخية خلال الساعات القليلة الماضية ضرباته على هذه المدينة لكن إلى حد هذه اللحظة لا يوجد تفاصيل كافية عن ما يدور داخل مدينة بلوغرود وعن ما يدور في الحدود المتاخمة للحدود الروسية الأوكرانية أما بالنسبة إلى مدينة باخمود قبل قليل لأعلن المتحدث باسم عمليات الشرق سيرجيش شايفاتي بأن الجيش الأوكراني خلال النهار حقق تقدما بمقدار 200 إلى 400 متر داخل هذه المدينة أو داخل النقطة التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية الواقعة في جنوب غرب مدينة باخمود والتي تدعى لتاك وأن القوات الأوكرانية تقدمت وتحاول الآن محاصرة القوات الروسية الموجودة داخل مدينة باخمود كذلك أيضا وفقا لبيان هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية قالت أنه خلال هذا النهار تصدت لما يقارب من 25 هجوما شنه الجيش الروسي على هذا المحور كذلك أيضا ذكر البيان بأن كثافة من النيران سقطت على مدينة ليمان وهنا نلاحظ بأن الجيش الروسي ووفقا لبيانات الجيش الأوكراني يكثف ضرباته السابقية على منطقة ليمان وهي منطقة متاخمة لمدينة باخمود كذلك أيضا بالنسبة للمناطق الواقعة شمال مقاطعة دانينس وهنا نتحدث عن منطقة إسلافيانس وكريماتورس على ما يبدو بأن الجيش الأوكراني ينفي انسحابه أو ينفي استلاء قوات فاغنر على مدينة باخمود وأنه ما زال يحرص تقدما في هذه المنطقة مرهود شكرا جزيلا لك على المتابعة من كيف مرسل عامر العروقي